بي بي سي تقدم بروح رياضية بروح رياضية عالم رياض العربية والعالمية بين يديك أهلا بكم في حلقة جديدة من بروح رياضية معكم فيها محمد القاعود ومروح المي تحددت الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مريال مادريد الإسباني أطاحة بتشالس الإنجليزي ليضرب موعدا مرة أخرى مع منشستر سيتي الإنجليزي أيضا فيما سيشهد نصف النهائي ديربي ميلانو بين ميلا وإنتر وبالتالي سنرى ممثلا للأندية الإيطالية في النهائي نهائي الشامبيونز ليك بعد غياب طوي المحمد نعم يعني شهدنا مباريات قوية في إياب الدور ربع النهائي مروح ولكن أعتقد أن الفرق التي وصلت سواء ريال مادريد أو منشستر سيتي ميلان وإنتر يستحق جميعا الوصول إلى هذه المرحلة في هذا الدور في دور أبطال أوروبا ولكن الجميع بدأ يتحدث الآن عن ريال مادريد مروح يعني هل يواصل هوايته المفضلة ويواصل مسيرته المذفرة ويحصل على لقب جديد يضيفه إلى سجله المرصع بالألقاب في دور أبطال أوروبا وسيجعل المهمة أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا على باقي الفرق يعني ربما لن يستطيع أي فريق في دور أبطال أوروبا ربما على المدى القريب أن يلحق بريال مادريد وأن يحقق الإنجاز الذي حققه حتى الآن وهو في طريقه إلى الحصول على البطولة الخامسة عشرة بالفعل هو توجه بأربعة عشر لقبا هناك الكثير من المحللين ومن المشجعين الذين يرون أنه بالرغم من أن منشستر سيتي لديه كتيبة مدججة بالنجوم لديه النجم الكبير اللينج هلند الذي لا يفوت الفرصة إلا ويسجل حتى وإن أهدر ركلة جزاء بشكل نادر ربما هي المرة الأولى التي يهدر فيها ركلة جزاء منذ حوالي عامين جاء هذا الأمر في المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وبين بوين ميونيخ الألماني في إياب الدور ربعا النهائي وبالتالي هناك كتيبة كبيرة من النجوم في صفوف نادي مانشستر سيتي ولكن الكثير يتوقع أن الريال لن يكون خصما سهلا لهذا الفريق الإنجليزي خاصة وأن ريال مدريد يخوض هذه المواجهة بروح قتالية يخوض هذه المواجهة وهو البطل التاريخي لها يخوض هذه البطولة بروح مختلفة مغيرة تماما عن الليجة وعن كأس الملك هناك إحصائيات بارزة في وصول الريال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذه المرة الحادية عشر من آخر ثلاث عشرة عاما يصل فيها ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي أيضا هو وصل إلى نصف النهائي اثنتين وثلاثين مرة بشكل إجمالي في حين أن باقي فرق أسبانيا مجمعة وصلت إلى نصف النهائي في ثمان وعشرين مرة نعم لكن الحديث الآن مروياني على المباراة القادمة مباراة معادة من الموسم الماضي ونجح ريال مدريد في أن يعود من بعيد ويصعد إلى المباراة النهائية عندما أطاح بمانشستر سيتي في هذه المباراة الشهيرة التي نتذكرها مروياني معظم الترشيحات قبل المباراة كانت ترجح كافة مانشستر سيتي ولكن ريال مدريد بشخصيات البطل بالهوية وتقاليد العريقة التي يمتلك في هذه البطولة في دوري أبطال أوروبا ناجحة في العودة من بعيد والتأهل على حساب مانشستر سيتي وهذه البطولة تحديدا تكتسب أهمية خاصة ماروة خاصة بالنسبة لبيب جورديولا المدير الفاني لمانشستر سيتي ويسعى جاهدا بكل قوة للتتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائنه يعني هو كان أساس المشروع الذي قدم خصيصا من أجله في إنجلترا عندما تولى تدريب مانشستر سيتي كان الفوز بدوري أبطال أوروبا فهل يستطيع هذه المرة أن يحالفه التوفيق ويحالفه الحظ في التتويج باللقب المهمة يعني ربما ستكون صعبة للغاية وفي رأيي إذا ناجح مانشستر سيتي في الإطاحة بحامل اللقب ريال مدريد سيكون هو المرشح الأوفر حظا للتتويج باللقب صحيح ستكون الأمور أسهل بكثير على الفريق فريق بيب جورديولا خاصة وأنه متكامل الصفوف إذا ما تحدثنا عن بيب جورديولا هذه المرة العشرة التي يتأهل فيها مع مختلف الفرق التي ضربها برشلونة بويمينخ وأيضا مانشستر سيتي المرة العشرة التي يصل فيها مع الفرق التي يضربها إلى نصف نهائي الشامبيونز ليج خبرة كبيرة لبيب جورديولا في هذه البطولة نعم هو مدرب كبير يعني وأحد أهم المدربين في العالم يعني شيئنا أم أبينا هو مدرب كبير ووضع اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المدربين على مستوى العالم ونجح في قيادة كل الفرق التي تولى تدريبها سواء في إسبانيا مع برشلونة أو في ألمانيا مع بايرني ميونيخ ومع مانشستر سيتي نجح في التتويج بعديد من الألقاب ونجح في تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يبقى له الإنجاز الأهم الذي سيكون مع مانشستر سيتي إذا ما نجح في الفوز بدور أبطال أوروبا هذه المرة سيكون إنجاز كبير لهذا المدرب الإسباني بيب جورديولا ولكن المهمة كما قلت مروى يعني ستكون صعبة للغاية أمام العملاق ريال مدريد والذي لن يترك الفرصة يعني ربما البعض يتحدث عن هناك نقاط ضعف في فريق ريال مدريد البعض يتحدث عن الدفاع تحديدا على وجه الخصوص هناك بعض النقاط السلبية ربما تكون لصالح مانشستر سيتي ولكن ريال مدريد يبقى فريق كبير في كل الأحوال ودائما ما عودنا على العودة من بعيد وأن لا يترك الفرصة أبدا رغم يعني ضاع الدوري الإسباني بنسبة كبيرة خاصة وأن خط الوسط لريال مدريد يعود ما يفقده ريال مدريد في خط الدفاع نعم بتأكيد العديد من اللاعبين الذين يتميزون في خط الوسط والذين يحاولون إنقاذ الوضع وأيضا يعني الدفاع ليس بهذا السوء يعني البعض ربما ينتقد دفاع ريال مدريد هناك أنتونيو روديجار هناك إيدر ميليتا ولعبون آخرون ربما يعدون بصورة جيدة ولكن يعني هناك أخطاء طبيعية توجد لكل المدافعين ولنا في هاري ماجوار يعني دليل أكبر دليل بالفعل أن يسجل في مرمى فريق منشستر يونيتد هذا الفريق يتعادل فريق أمام إيشبيليا الإسباني في ذهاب ربع نهائي اليوروبا ليج نذكر المتابعين بأنه في منافسات ربع النهائي منشستر سيتي الإنجليزي فاز على باين ميونيخ ألماني ذهابا بثلاثة أهداف دون مقابل وتعادل أمامه في الإياب بهدف لكل فريق وبالتالي يتأهل وإنتر ميلا كان قد فاز على بانفكا بهدفين دون مقابل وفي الإياب نجح الفريق في التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في حين أن ميلا الإيطالي فاز على نابولي ذهابا بهدف دون مقابل وفي لقاء الإياب تعادل بهدف لكل منهما وكان ميلا متقدم يعني حتى الدقائق العاشرة الأخيرة من هذه المباراة ونجح مايك مانيان حارس مرمى إيسي ميلا في التصدي لركلة جزاء يعني كانت كفيلة بأن تقلب الأوضاع وتقلب الأمور رأسا على عقب ولكن نجح مايك مانيان حارس مرمى إيسي ميلا في التصدي للركلة التي سددها كفارة سيخيليا ناجم فريق نابولي الإيطالي وكانت مباراة قوية ومباراة تكتيكية بدرجة كبيرة نجح استيفانو بيولي المدير الفاني لفريق إيسي ميلا في أن يخرج بها إلى بر الأمان ويصعد من عقر دار نابولي ويؤكد التفوق على نابولي يعني ثلاث مواجهات سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا نجح استيفانو بيولي في التفوق على سباليتي في هذه المباراة بالفعل أما عن ريال مادريد فكما تحدثنا هو فاز على حساب تولسي الإنجليزي في الذهاب فاز عليه بهدفين دون مقابل بهدفين كاريم بن زيمة وماركو أسينسيو في حين أنه في لقاء الإياب فاز على تولسي بهدفين أضن ولكن سجل الهدفين رودريجو رودريجو هذا اللاعب الشاب المميز والذي يعطي إضافة كبيرة للفريق الملكي يعني هو ريال مادريد كان المرشح الأوفر حظا قبل أن يلعب في لندن على ملعب ستانفورد بريجو ولكن مارو يعني دعينا نتوقف أمام الهدف الثاني الذي سجله رودريجو يعني وكأننا في تمرين وليس في مباراة إياب دور ربع إنهاء في دوري أبطال أوروبا يعني حينما وقف على الكرة ووضعها بكل هدوء وبكل ثقة في شباك تشيلسي يعني هذا الهدف يعني يؤكد أن هناك خلل كبير في صفوف تشيلسي وعلى الجانب الآخر يعكس ثقة كبيرة جدا لدى لعب ريال مادريد بالحديث عن تشيلسي هو في وضعية سيئة للغاية منذ أن تولى فرانك لامبرد تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الكروي الحالي لم ينجح الفريق في تحقيق أي فوز سواء في البريمير ليج أو في الشامبيونز ليج في مبارتين الذهاب والإياب بربع النهائي وأيضا في مبارتين بالبريمير ليج ما هي وضعية الفريق؟ هل سيظل في هذا المركز المتأخر بالبريمير ليج؟ أعتقد أن الموسم انتهى بالنسبة لتشيلسي مروى وكان خطأ كبير من جانب إدارة النادي الاستغناء عن المدير الفني توماس توخل ربما كان هناك تسرع في هذا القرار وهذا ليس رأيه ولكن رأي معظم النقاد ومعظم الصحفيين في إنجلترا تحديدا وخاصة الذين يقومون بمتابعة وتغطية أخبار تشيلسي يعني كان يفترض أن يكون هناك نوع من الصبر مثلما صبرت إدارة مانشستر يونايتد على إيريك تينهاخ هذا المدرب وإدارة أوسنال مع ميكل أرتيتا الذي يتألق هذا الموسم ويتصدر كريمير ليج؟ نعم وكان تولى القيام على مشروع بالكامل لذلك صبرت الإدارة عليه وأعتقد أن تشيلسي ربما سيدخل إلى النفق المظلم ما لم يتدرك الأمور خلال ما تبقى من هذا الموسم نتحدث أيضا عن مروى عن دور أبطال أوروبا ونعود للحديث عن الفرق الإيطالية التي تألقت في هذا الدور في الدور ربع النهائي حتى وصل إلى الدور النصف النهائي قطبي ميلا فريقي ميلا وإنتر وصل إلى هذا الدور الدور النصف النهائي وننتظر مواجهة كبيرة مباراة ديربي ستكون مشتعلة جدا في الدور المقبل حول هذه المباراة مروى يعني تحدثت مع الصحفي الرياضي عمر بعاج دعينا نستمع لمقاله ثم أعود إليه ميلا بأداء أكثر من رائع ذهابا وإيابا عرف بيولي من أين تأكل كتف وكيف يتغلب على سباليتي ميلا دخل بشخصية قوية ميلا الذي لعب بضغط أقل بسبب الفوز ذهابا أولا وبسبب أيضا غيابات نابولي المؤثرة صراحة غياب المدافع كيم وغياب إنجويسا أثر على نابولي وكذلك لو تذكرنا نتيجة مباراة الدور الإيطالي حينما تغلب ميلا منذ أسبوعين أو ثلاثة على نابولي في ملعب دياغو أرماندو مارادونا 4-0 هذه المباراة أيضا أعطت ميلا القوة والدخول بثقة أكبر للملعب ولاحظنا ذلك بانطلاقة لياو والفرص التي سنحت لجيرو بعد أن سجل ميلا الهدف أرتاح كثيرا وأصبحت المباراة تقريبا يعني محسومة ولذلك تفوق ميلا فيها وبرأيي الشخصي يعني أنا كنت متوقع بصراحة عبور ميلا لدون نصف النهائي من جهة أخرى وكذلك بالنسبة لسيموني إنزاقي مع الإنتر الإنتر الذي عليه إشارات فهم كبيرة مع إنزاقي الذي يتعثر في الدوري ولكن من جهة أخرى يقدم مستويات أكثر من رائعة في دول الأبطال الإنتر في نصف النهائي منذ مواسم طويلة لم يصل منذ 2010 عندما حرز موريني معه الثلاثية كذلك نفس الأمر بالنسبة لسيموني إنزاقي حسم اللقاء تقريبا منذ الزهاد ودخل بريحية أكبر في مباراة الإياب وحقق ما كان يريده وهو التأهل لدون نصف النهائي للاقي ميلا وننتظر مباراة أكثر من رائعة في هذا الدور وما هي التوقعات لهذه المباراة المرتقبة بين ميلا وإنتر في نصف نهائي دور أبطال أوروبا؟ بصراحة هذا أصعب سؤال يمكن الإجابة عليه يعني لو توقعات لازم تكون 50-50 لكل فريق ولكن الأمر يعتمد على مباريات الدوري وعلى جاهزية الفريقين وكيف سيدخلون لأنه سيكون هناك مباريات مضغوطة جدا للفريقين حيث سيلعبون بالدوري وكذلك في دور الأبطال فإذا كان الفريقين في قمة مستوىهم وبالجاهزية البدنية سننتظر مباراة أكثر من رائعة وبكل أمانة من الصعب جدا جدا توقع نتيجتها الصحفي الرياضي عمر رابعاج متحدثا لبروح رياضية عن تآهل فريقي ميلا وإنتر إلى الدور نصف النهائي في دور أبطال أوروبا والمباراة المرتقبة التي ينتظرها الجميع بين هذين العملاقين نذكر إذن المتابعين بمواجهات نصف النهائي هذا الدور سينطلق الثلاثاء التاسع من مايو آيار المقبل ريال مدريد الإسباني يستقبل منشستر سيتي الإنجليزي على معقله سانتياجو برنابيو في حين أن ميلا سيلعب أمام إنتر ميلا الأربعاء العاشر من مايو ومواجهات هذا في ذهاب نصف النهائي مواجهات إياد نصف النهائي ستكون في أو ستنطلق الثلاثاء السادس عشر من مايو آيار إنتر ميلا أمام ميلا في حين أن الأربعاء السابع عشر من مايو آيار منشستر سيتي الإنجليزي سيستقبل ريال مدريد الإسباني بينما يقام النهائي في العاشر من يونيو حزيران بتركيا وسيكون نهائي مرتقب أي أن كان طرفي هذا النهائي مروى وعموما نحن ننتظر مباريات قوية جدا في الدور نصف النهائي ذهابا وإيبا بالفعل ومن القارة الأوروبية نتحول إلى الكرة العربية منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في السودان يوم السبت الماضي توقف النشاط الكروي في البلاد للتفاصيل تحدثت إلى لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق والمحلل الرياضي محمود جبار السادة بعد أوفر نشوب هذه الأحداث ألطرت وزارة الشباب والرياضة قرار بتعلق النشاط الرياضي في كل أرجاع البلاد لحين إجعار آخر حتى سنجلي هذه الأزمة ويحدث استقرار ثم بعد ذلك يعلن عن مزاولة النشاط الرياضي أكيد بجراء هذه الأحداث وهذا القرار هناك تداعيات كثيرة جدا القد الضلال على مسيرة النشاط الرياضي في السودان اعتبار أن فريقية الهلال والمرير هما يشاركان في البطولة العربية وأيضا المنتخب الوطني عنده استحقاجات قادمة في تصفيات الموحلة لبطولة الشان في ساحل العاج وكذلك على المستوى المحلي دوريات الدور الممتاز دخل المراحل الحاسمة وأيضا الدوريات الدرجات الأدنى هي على ختام الموسم على ختام المباريات لكل توقف أيضا هناك في أندية خير موجودة في ولاياتها مثلا في لحظة نشوب اللحداث كان في أندية عندها تنقلات يعني مثلا نادي من مدينة شندي هم متواجد في مدينة الفاشر على سبيل المثال لاعب الهلال والمنتخب الوطني السوداني السابق والمحلل الرياضي محمود جبار السادة متحدثا عن النشاط الكروي في البلاد منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة نعم وبهذا مروى يعني نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محمد القاعون ومرواح حلمي إلى أن يتجدد المواعد في الحلقة المقبلة دمتم بخير وطابط أوقاتكم في كل مكان وكل عام وأنتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة